الديدان الدبوسية أو الديدان الخيطية بالنسبة لأعراضها، لكن عادة لا يوجد مضاعفات خطيرة هي أكثر حكاية موضوع الهرش دهيط وهذا يجعل الطفل متوتر وعصبي زيادة عن اللزم بالنسبة لطرق العدوى، هي تنتقل بالبويضة البويضة الديدان تنتقل من طفل مصاب لطفل سليم عن طريق الأكل والشرب الملوث أو أيدي الملوثة لأن هذا الطفل يضع ايديه ويضع في فتح الشرك وبالتالي تحت الأظافر تبقى البويضات فلو لم يغسل ايديه جيدا بالمية والصابون هذا يمكن أن يصيب طفل آخر وطبعا كما نعرف أن الطفل المصاب يمكن أن يلعب بألعاب معينة أو يضع إيده على المقابض أو يضع إيده على الترابيزات كل هذه الأماكن أصبحت ملوثة بالبويضات مع الأسف الشديد، هذا النوع من الديدان منتشر جدا في الأسر وبالتالي يجب أن نعالجه لا يجب أن نعالج الطفل، لا يجب أن نعالج الأسرة كلها من ضمن العلاجات النجحة جدا عقارين ممتازين الميبندازول والقلبندازول الاثنين يجبون نتائج ممتازة وهي عبارة عن جرعة واحدة فقط لغير ونقررها بعد أسبوعين لكي نقضي على إذا كان هناك ديدان خرجت من البويضات ويقضي عليها أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر